معنا مشاهدنا هاتفيا من العاصمة الأورونية عمان سيدة إيناس زايد المستشارة القانونية في المرصد الأورو المتوسطي لحقوق الإنسان مرحبا بك سيدة إيناس إذن حملة واسعة أطلقها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي لمطالبة الحكومة بالكشف عن مصير آلاف المخطوفين والمغيبين قسرا على هذه القوات الحكومية ومليشياتها كيف تفسرين عدم إطلاق سراحهم بعد مضي أكثر من خمس سنوات على اعتقالهم؟ نعم مساء الخير في البداية ملف الإخطاءات القصرية والاعتقالات التعسفية هو جزء من نمط وانتهاكات واسعة ومنهجة في العراق للأسف لم تقم السلطات العراقية بالاستجادة لأي طلب من الأسر أو حتى منها كمنظمات حقوقية للإطلاع عن معلومات حول هؤلاء الأشخاص المختفين لم يتم تقديم أي جواب حول مكان هؤلاء الأشخاص أو فيما إذا كانوا لا يزالون أحياء أم لا فعليا هناك العديد من الإحصائيات المريبة والمرعبة التي تشير إلى وزيد أعداد يتراوح ما بين 250 ألف شخص معتق الآن ومفقود ولا يعلم مصيره وهذه الدراس بحسب اللجنة الدولية للصريب الأحمر تنبئ وتخبر بأن العراق هو فعليا لديه أعلى عدد من المفقودين في العالم أولا المفقودين الموجودين الآن في سجون ربما كانت سجون سرية غير قانونية ولا تنطبق عليها الشروط والمعايير التي يجب أن تتوافر في أي معتقل تابع للسلطات الرسمية هذا الأمر يعلقه القانون الدولي بأنه يريمة إخطاء قصري سواء تمت عن طريق يد مسؤولين في الدولة أو وكلاء للدولة أو حتى على يد أشخاص ومجموعات تعمل بإذن هذه السلطات وكما الحال في العراق من وجود الميليشيات المسلحة التابعة للحكومة العراقية إذن عدم وجود تهم معينة لاعتقال هؤلاء وتغييبهم دون أي سنة قانوني طوال هذه المدة من سنين إلى أي مدى يحمل الحكومة المسؤولية القانونية أليس في هذا مخالفة صريحة للقانون الإنساني الدولي؟ بالتأكيد هو مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني وقانون الدولي للحقوق الإنسان وكذلك الأمر يعتبر انتهاك لأيضا القانون العراقي بأن القانون العراقي وقانون الأصول من الحاكمات الجزائية العراقي يشترط أن يتم الاحتجاز بموجب مذكرة توقيف صادر عن المحكمة على أن يمثل المشتبه فيه أمام قاضي التحقيق فيه خلال 24 ساعة حتى يصالح بتمديده في فترة احتجاز أخرى ولكن للأسف ووفقا من الشهادات التي قمنا بجمعها سأن بعض القضايا الموثقة تنبئ بأن عناصر الأمن لم يقدم عين ذكري التوقيف أو تفتيش بحقها أولئك الأشخاص هذا الأمر يعتبر انتهاك للقانون العراقي ويحمل المسؤولية الكبرى على الحكومة العراقية بوصفها أيضا طرف في الاتفاقية الدولية لخماية جميع الأشخاص من الاختفاء القصري وهذا الأمر يجعل عليها انتزام أن تكافح الاختفاء القصري وأن تعمل على فتح لجالة تحقيق المعنية بهذه الجرائم ومحاسبة كل شخص متورط فيها على الصور وجود أغلب المخطوفين أو المغيبين قصرا عند هذه الميليشيات والحديث عن اكتشاف مقبرة جماعية أيضا في مدينة بابل أو محاوط بابل إلى أي مدى يؤكد تغييب مصطلح الدولة إلى دولة تحكمها الميليشيات كما ذكرنا وأشرت إلى تردي واقع حقوق الإنسان في العراق كل ذلك تحدثت بشأن المبعوثة الأممية في العراق بلاخسخارت التي أكدت أن الطريق لا زال طويلا أمام الحكومة في العراق ولكن كيف تصفين الاكتفاء بهذه التصريحات من قبل الممتحدة ألا لماذا لا نجد موقفا أكثر حزما من الأمم الممتحدة التي ينبغي أن توجد حلا للمغيبين ولهذه الانتهاكات مما لا شك فيه بأن هناك دور كبير يقع على المجتمع الدولي وعلى أيضا المنظمات الأممية كل أمم المتحدة بالقيام بإجراءات من شأن منع هذه الجرائم ووقوع مثل هذه الانتهاكات في العراق والتي للأسف ما زالت تزايد مع الوقت إلى أن ذلك لا ينفي بالضرورة مسؤولية الحكومة العراقية عما يحدث فيها العراق ومن غير الصائب قانونيا أن نقول بأن العراق تحكمها الآن ميليشيات مصلحة لأن ذلك يعطي الحكومة العراقية من مسؤولية وتبعات ما يحدث الآن في العراق نحن ما زلنا متمسكين بفكرة بأن العراق هي دولة قانون ويجب أن تحترم القانون وأن تطبق على كافة رعاياها الموجودين على الأرض وعلى الإقليم لذلك فأي شخص لا يزال محتجز لابد من إطلاق سراحه على الفور إن كان هناك أي تهم موجهة إلى هؤلاء أشخاص فيجب أن يتم عرضهم على محاكمة عادلة ووقا للقانون العراقي ولما تقضطيه ضمنات المحاكمة العادلة حتى يصار إلى القول بأن العراقي يوم قد وصل إلى مرحلة نقول فيها بأنه دولة قانون وتطبق القانون على كافة الأشخاص بعد حملة الناشطين وأمام ما يحدث كيف السبيل لإيجاد حل للمغيبين قسرا والمخطوفين أو المعتقلين دون أي سنة قانون إلى سيما أن حملة الناشطين ترافقت مع قمم مكة الثلاث كيف لتحركات هؤلاء الناشطين أن تحدث فرقا وعلى من تعولون في منظمات حقوق الإنسان يعني نعم هناك تحرك التحرك على مستوى النشطاء وأيضا الأشخاص المدافعين على حقوق الإنسان هو أكيد جهد مطلوب ولكن هذا الأمر لا يجب الاكتفاء به يجب كما ذكرت لك التحرك على مستوى المجتمع الدولي على سبيل المثال الدول التي تقدم الدعم العسكري للعراق مثل الوليات المتحدة والمملكة المتحدة وأيضا ألمانيا وفرنسا لابد لها أيضا أن تحكي السلطات في العراق على التحقيق في إدعاءات الإخفاء القصري وأيضا التحقيق في دور دعمها في هذه الانتهاكات أيضا الموجودة في العراق عليها كذلك الأمر من وسائل الضغط التي من الممكن استخدامها تجميد الدعم العسكري والأمن والاستخبارات بالوحدات المتورطة في هذه الجرائم يعني هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان اليوم ترتكب على أرض العراق ولا بد من تحرك على مستوى دولي من أجل إنهاءها للفوق شكرا جزيلا لك إذن سيدة إنا الزايد مستشار قانونية في المرصد الأورو المتوسطي لحقوق الإنسان ترجمة نانسي قنقر